اشتركوا في القناة او امر بأمرك ان انت تعمل حاجة ده الفعل الفعل هو الاسم الذي قامل بالفعل المفعول به مين هو بقى هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفعل اسم وقع عليه فعل الفعل طب هنفهم اكتر الجملة دي لما ناخد امثلة تجمع البنت التفاح تجمع دي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة البنت فعل لان هي اللي قامت بالفعل التفاح هو اسم وقع عليه فعل الفعل فالتفاح دي هنا مفعول به يقرأ حازم القصة يقرأ فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة ليه الفعل لانه في حدث وفي زمن يقرأ هو بيقرأ دلوقتي في الحال بيقرأ ومستمر في القراءة حازم هو الذي قام بالفعل القصة هو اسم وقع عليه فعل الفعل فلذلك القصة دي مفعول به اصطاد اصطاد وخلص طارق السمكة اصطاد الفعل ماضي طارق فعل السمكة اللي هو وقع عليها فعل الفعل دي 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 د التفاح. ومن تاني اللي وقع عليه فعل القصة. يعني مش بتقرى نفسها بنفسها. ومن وقع عليه فعل تاني السمكة. وقع عليه فعل الفعل. ويسمى مفعول به. هنستنتج القاعدة بتاع المفعول به دلوقتي. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل. تمام? وتتكون من الركنين السيين. هما الفعل والفعل. الفعل قلنا عبارة عن حدث وزمن. والفعل هو من قام بالفعل. الفعل هو الاسم الذي قام بالفعل. المفعول به هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفعل. انتبه. الفعل هو المفعول به اسمان وليس فعلين او حرفين. يبقى الفعل والمفعول به اسمان. يعني اسمان يعني ايه اسمين? يعني بيقبلوا الالف واللام. بيقبلوا التالي المربوطة. ومش حرفين ولا فعلين. يعني ما يقبلش ولا سين ولا سوف في الأفعال هو مش حرف بيقول الحدد الفعل والفعل والمفعول به في الجمل الهاتية كالمثال يحب المصريون الوطن الفعل يحب فعل مضارع والمصريون الفعل لأنهما الذي قام بالفعل والمفعول به الوطن لأنه هو الاسم الذي وقع عليه الفعل الفعل أضاء المصباح والغرفة كلمة أضاء هي للفعل والمصباح هو الفعل الذي قام بالفعل والغرفة هي المفعول به وقع عليها فعل الفعل يحصد الفلاح الزرعة يحصد لفعل مضارع من الذي بيحصد الفلاح هو الفعل الزرعة هي مفعول به لأنها وقع عليها فعل الفعل تعرض التلميذة المشروع تعرض فعل مضارع التلميذة فاعل المشروع مفعول به حقق الفريق إنجازاً حقق دفاع ماضي الفريق فاعل إنجازاً التلميذة فاعل القراءة مفعول به ضع علامة صحة أمام الجملة التي تجتمل على مفعول به ثم ضع خطاً تحته كالمثال صعد فعل ماضي العامل فاعل السلم مفعول به عطينا صح وعطينا خط تحت المفعول به نامة فاعل ماضي الطفل فاعل مفعاش مفعول به رأس الجملة انتهت بفعل وفعل فريحة فاعل ماضي الفائز فاعل مرفوع علامة رفع الضمة مفعاش مفعول به يشاهد فاعل مضرع مرفوع علامة رفع الضمة الجمهور فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المباراة بيشاهد وين المباراة هي دي مفعول به حط علامة صح ألف ألف فاعل ماضي الشاعر فاعل مرفوع علامة رفع الضمة القصيدة مفعول به حط علامة صح حط تحته المفعول به خط فاض فاعل ماضي النهر فاعل مرفوع على مترفع الضمة تغرد فاعل مضارئ الطيور فاعل مرفوع على مترفع الضمة ما فيهيش مفعول به أحرز فاعل اللاعب فاعل الهدفة دي مفعول به نحط علامة صحة بيقول الجملة الفعلية تتكون من ركنين السيين اللي هم ايه الفعل والفاعل ولا يمكن الاستغناء عن احدهما ما يقدرش استغناء عن الفعل ولا يقدر استغناء عن الفاعل قد تحتوي الجملة الفعلية على مفعول به كان ممكن يجي فيها مفعول به وممكن ما يجيش زي ما شفنا في الجمل وقد تأتي من دونه فالمفعول به ليس ركناً أساسياً في الجملة دي القاعدة لسنتجناها من التمرين اللي حلناها بقول لإقرأ ولاحظ الموقع العرابي للكلمة الملونة في الجمل الآتية أجاب فاعل التلميذ فاعل السؤال الموقع بتاع السؤال دي مفعول به أجاب التلميذ عن السؤال أجاب فعل والتلميذ فعل وعن حرف جر والسؤال اسم مجرور اشترى فعل أبي فعل ساعة مفعول به استمر فعل السفر فعل ساعة هنا الظرف زمان السفر استمر ساعة بنى فعل العامل فعل جانبا مفعول به من الصور المين حرف جر والصور اسم مجرور جلس فعل ماضي العامل فعل جانب الصور يبدأ الظرف مكان يبدأ العامل جعل جانب الصور ظرف مكان إما سبق نستنتج أن ليس كل ما يكمل الجملة الفعلية لازم يكون مفعول به ممكن ييجي اسم مجرور حرف جر واسم مجرور وممكن ييجي ظرف مكان أو ظرف زمان يبدأ ليس كل ما يكمل الجملة الفعلية مفعولا به فقد يكتمل معنا الجملة الفعلية بالظرف أو جر ومجرور المفعول به لا يقع أبدا بعد حرف الجر ما بيجيش مفاول به بعد حرف الجر بيبأ اسم مجرور طبعا الاسم بعد حرف الجر يوعرب اسم مجرور بيقول لي اختر مما بين القوسين الموقع العرابي الصحيح للكلمة الملونة زارت الاسرة معراضي الكتاب زارت فاعل ماضي الاسرة فاعل معراضة مفعول به الكتاب مضاف الي يبه هنا بيقول لي عراب الاسرة هي الكلمة دي عايزة عراب دي بزارت قلنا فاعل ماضي والاسرة فاعل قرأت فعل وفعل قرأ فعل ماذا؟ قصة قصة دي مفعول به لأنه وقع عليها فعل الفعل يجري فعل الأسد فعل وراء الغزالة وراء دية ايه؟ هنا الظرف الظرف في ايه؟ الظرف في مكان الظرف اسمه جر غلط مفعول به غلط يقف فعل العصفور فعل على حرف جر الغصل اسمه جرور قلنا اللي بيجي بعد حرف الجر اسمه جرور وانت مغمط قمر يظهر فعل القمر فعل ليلا القمر بيظهر امتى؟ ليلا يبديه الظرف زمان زرف خبر غلط مفعول به خطر كنا نكون خلصنا وانتظرنا في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته